ساعي لوضع بصمة نديدة لمكافحة الفساد في الرياضة شكرا للزملاء في مركز الأخبار وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الفقرة التي نخصصها للحدث المنتظر في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع الخبراء الدولي لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات حدث مهم ينظم من قبل المركز الدولي للأمن الرياضي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في ناسكو اجتماع الدوحة يعد الأول من نوعه على المستوى الفني لتنفيذ أعلان برلين المتعلق بالفساد الرياضي والتلاعب في نتائج المباريات إعلان صدر عن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة الخامس مينبس فايف للدول الأعضاء في الأونسكو الذي عقد في العاصمة الألمانية عام 2013 اجتماع الأربعاء والخميس يرمي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة أولا استراض التدابير التي أرستها الدول الأعضاء في الأونسكو في مجال مكافحة التلاعب في النتائج الرياضية منذ إعلان برلين ثانيا اقتراح تدابير ملموسة تنفذ في الأجل القصير أو المتوسط لتسيير مشاركة الدول غير الأوروبية ثالثا توعية البلدان بشأن الإشكاليات المرتبطة بالتلاعب في المباريات وأثارها في جميع الجهات المعنية أخيرا مساعدة السلطات العامة على الاستناد إلى المعايير القائمة في مجال مكافحة التلاعب في نتائج المباريات المركز الدولي للأمن الرياضي والأونسكو يجتمعان لمكافحة الفساد هكذا يبدو المشهد بل هو كذلك بما أننا أمام اللابنة الأولى للعمل الدولي المشترك الهدف لوضع تشريعات وسياسات من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بالرياضة العالمية جدول أعمال الاجتماع الدوحة يشمل أربع جلسات الحوار والتعاون وهو ما شدد عليه إعلان برلين حين أكد ضرورة الحوار بين الجهات المعنية والتعاون على المستويين الوطني والدولي تبادل المعلومات تبدو هذه المسألة العنصر المركزي في مكافحة أشكال التلاعب كلها في المباريات الرياضية نماذج تعبئة الموارد إذ أن مكافحة التلاعب في النتائج ترتكز على المشاركة الفاعلة لجميع الجهات المعنية الوقاية أخيرا والقصد هنا أن تكون ثنائية العقاب والقمع مقترنة بخدمات وقاية لبلوغ الحد الأمثل في فعالية هذه الثنائية والنموذج مكافحة تعاطي المنشطات لكل رؤية هدف واجتماع الدوحة ينشد نتائج كبيرة حاضرا ومستقبلا تخدم وتنقذ الرياضة العالمية وبخاصة فيما يتعلق بأفة التلاعب في نتائج المباريات أبرز الرهانات المرجوة من اجتماع الدوحة إرساء خطة عمل واضحة وواقعية تكريس الممارسات الجيدة التي يمكن أن ترشد الدول الأعضاء في الأونسكو ولسيما غير الأوروبية وضع منهجيات مشتركة بين الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ السياسات وتقييم أثرها أخيرا الاتفاق على تدبير ملموسة ترمي إلى تعزيز الاستجابة للتصدي لمختلف أوجه التلاعب في المباريات الرياضية تمثل الرياضة عاملا مهما من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية التي تسهم في التنمية البشرية غير أن مختلف أشكال الفساد في الرياضة تشوه في أغلب الأحيان الصورة نستند لبعض الأرقام الحديثة لتقديم المشهد بصورة واضحة مايكل هرشمن أحد مؤسسي منظمة الشفافية العالمية أكد أن الجريمة المنظمة تسيطر على 25% من عالم الرياضة شبكة IBC التلفزيونية الأمريكية أعلنت قبل أيام أن 93 بليون دولار أمريكي قيمة المراهنات غير الشرعية المنتظرة في الموسم الجديد لكرة القدم الأمريكية الشرطة الكورية الجنوبية قالت أن 11 لاعبا متورط بالتلاعب في نتائج الدور الكوري الجنوبي لكرة السلة وهم الآن قيدات تحقيق إذن كانت هذه المشاهدين الكرام متابعة تقدم الاجتماع الخبراء الدولي لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات المقرر إقامته غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس بالدوحة والمنظم من قبل المركز الدولي للأمن الرياضي والمنظمة الأممية ينسكو شكرا على حسن المتابعة وعود الآن إلى الزملاء في مركز الأخبار ترجمة نانسي قنقر